اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا غالب لأمره وهو سريع الحساب لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن مواعظ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهزلي من قبيلة هزيل رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين إلى الإسلام أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في جميع أيامه سفراً وحضراً وكان صاحب سر النبي صلى الله وسلم وصاحب سواكه ونعله وفراشه وإلى هذا يشير الناظم في قوله ومنه زيل صاحب السوادي والنعل والفرش والوساد رضي الله عنه وأرضاه كان يحمل وسادة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل عليه ويصحبه في سفره وحضره وكان من أحسن الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أجمل الناس منظرا ومن أطيبهم رائحة ومن أنظفهم سوبا فكان الصحابة رضي الله عنهم يشبهونه بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودله وكان يلقب بأم عبد ابن أم عبد اسم أمه أم عبد فكانوا يقولون عن ابن مسعود بأنه ابن أم عبد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد أي فليقرأه بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقول أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة رضي الله عنه وأرضاه كان خفيفاً لحم خصيراً نحيل الجسم لكن بالرغم من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما صعد في يوم الحديبية شجرة من شجر الأراك ليجتني سمرها وتضاحك الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا دقة ساقه قال عليه الصلاة والسلام تعجبون من دقة ساق ابن مسعود والذي نفسه بيده لساق ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه له الكثير من المواعظ مبسوطة في كتب السنة وفي كتب السير والأعلام منها أنه كان يقول إن الكثير من الناس قد أحسنوا القول إحسن القول سهل فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه ومن لا يوافق قوله فعله فذلك الذي يوبخ نفسه حقاً وصدقاً قال أحد السلف أوقفتني كلمة ابن مسعود هذه عشرين سنة من لا يوافق قوله فعله فذلك الذي يوبخ نفسه يرشد ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الموعظة البليغة إلى ضرورة أن يطابق الفعل والعمل القول وإلا فالقول يذهب ثدى لا قيمة له وقد ألف كثير من العلماء في هذا الشأن كالخطيب البغدادي ألف مؤلفة الماتع اقتضاء العلم العمل العلم بغير عمل لا قيمة له كانوا يقولون هتف العلم بالعمل نادى يعني وإلا ارتحل فإن أجابه وإلا ارتحل فابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الناس قد أحسنوا القول كل إنسان يتكلم فإن وافق قوله فعله لو كان يفعل ويعمل بما يقول فذلك الذي حظه يعني نصيبه من التوفيق من الخير ومن لا يوافق قوله فعله فذلك الذي يوبخ نفسه لا تنهى عن شيء وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم نعم لابد أن تكون قوالا فعالا وليس بالقوال فقط أيضا من مواعظ ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا صدق والله ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ابن مسعود في قوله وموعظته هذه يتعدى الإنسان المكرم إلى الحيوان الأعجم في التحذير من السخرية يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا فاحذر يا عبد الله من أن تسخر بأحد واحذر أن تبتلى بالذي سخرت منه والله على كل شيء قدير فأحمد الله عز وجل على نعمة العافية وتجنب السخرية ولو من الحيوان الأعجم كما أوصى بذلك ابن مسعود رضي الله عنه أيضا من مواعظ ابن مسعود رضي الله عنه التي تدل على حقيقة الدنيا يقول الدنيا كلها غم فما كان فيها من سرور فهو ربح تأمل يا أخي الدنيا كلها من من شائها إلى فنائها غم وهم وحزن وكرب ومصائب وابتلاءات قد يكون فيها سرور وما يكون فيها من سرور فهو ربح ربح وابن مسعود في هذا يتبع كلام الله عز وجل إذ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم لقد خلقنا الإنسان في كبد جنس الإنسان في كبد منذ أن خرج من بطن أمه إلى يوم أن يموت بل لا يجد الراحة كما سؤال الإمام أحمد بن حمد رحمه الله متى يجد المؤمن طعم الراحة قال حينما يضع قدمه بالجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأهل الجنة حينما من الله عليهم وأدخلهم الجنة ذكروا ما كانوا فيه من الدنيا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحذن الحمد لله الذي أذهب عنا الحذن إن ربنا لغفور شكور الخليفة الأموي الأندلسي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأندلس دار مسلمين وما زالك على الله بعيد عبد الرحمن الناصر كان يقول حسبت أيام السرور في مدة خلافتي فوجدتها أربعة عشر يوما ومدة خلافته كانت خمسين عاما ونصف تخيلوا هذا الخليفة الأموي الذي فتح الفتوح وجيش الجيوش ودانت له البلاد وأقام صرح حضارة عظيمة خلافته امتدت خمسين سنة ونصف عام يقول حسبت أيام السرور فبلغت أربعة عشر يوما لم تكمل نصف شخر فيالها من موعظة يقولها ابن مسعود رضي الله عنه الدنيا كلها غم فما كان فيها من سرور فهو ربح أيضا من موعظه رضي الله عنه وأرضاه كان يقول ما دمت في صلاح فأنت تقرع باب الملك ومن يقرع باب الملك يفتح له انتبهوا انتبهوا واخشعوا في صلاتكم وادخلوا على الله عز وجل بخشوع وخضوع واجعلوا الدنيا وراء ظهوركم واعلموا أن حوائجكم ستقضى وأنتم وقوف بين يدي من بيده خزائن السماوات والأرض يقول رضي الله عنه وأرضاه ما دمت في صلاح فأنت تقرع باب الملك نعم المؤمن في الصلاة في حضرة الله عز وجل فلا يلتفت ولا ينشغل ولا يخطر على قلبه أو باله أمر من أمور الدنيا لا زوجة ولا أولاد ولا أموال ولا ضيعات يقول وما دمت تقرع باب الملك يفتح لك فالله عز وجل هو الكريم الجواد من أجمن على قرع بابه فتح له واستجاب اللهم استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين أيضا من مواعظ بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فلينظر إلى القرآن إن كان يحب القرآن فإنه يحب الله تعالى فإنما القرآن كلام الله تعالى فمن أحب القرآن أحب الله عز وجل نعم ابن مسعود رضي الله عنه هنا يرشدنا إلى أمر اختبار وقياس إلى مدى محبة العبد لله عز وجل كيف تعرف إذا كنت تحب الله عز وجل أم لا المحبة ليست كلمات تتمتم بها الشفاء وتتلمص بها الألسنة تقول أنا أحب الله هات الدليل قدم البرهان وابن مسعود رضي الله عنه يقدم لنا دليلا يقول اعرض نفسك على كتاب الله على القرآن فإن كنت تحب كتاب الله إن كنت تحب القرآن فإنك تحب الله فإن القرآن كلام الله فمن أحب القرآن أحب كلام الله عز وجل أحب الله عز وجل نختم بهذه الموعظة من موعظ بن مسعود رضي الله عنه وكان يقول كفى بخشية الله علما وبالاغترار جهلا الله عز ويالي يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء ليس العلم بكسرة الرواية وإنما العلم الخشيح إذا امتلأ قلبك خوفا وخشية ورهبة من الله فلا شك أنك من أهل العلم وعلى العكس والنقيض إن كنت مغترا بما عندك من علم أو جاه أو مال أو منصب فهذا هو الجهل الأكبر نسأل الله السلامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة